بعد سنوات من التلقي والخروج عن الخدمة الجسر الحيوي وسط الناصرية يعيد بريقه بافتتاحه امام المركبات بعد طول انتظار وتلقي الحكومات المركزية بافتتاحه فيما تم تنفيذه الفعل خلال اشهر بعد رزد اموال لشركة المنفذة هذا اليوم رئيس وزراء حضر الى مدينة الناصرية وافتتح عدد من المشاريع الخدمية والصحية منها المستشفى التركي وايضا جسر الناصرية الكونكريتي كنا نأمل بان تكون هناك مراسم افتتاح لمشاريع اهم هذه الزيارة الثانية لرئيس وزراء مصطفى الكاظمي لمحافظة ذيقار اليوم افتتح مجموعة من المشاريع الخدمية والمهمة نأمل زيارات اخرى لمحافظة ذيقار لافتتاح مشاريع ايضا مهمة من بين هذه المشاريع الملعب الاولمبي وايضا مجسر تقاطع سوق الشيوخ لما له من اهمية وتماس مباشرة بحياة المواطن الضيقاري لفك الاختناقات المرورية بعد محطة الجسر كان المستشفى التركي هو المحطة الثانية لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لافتتاحه والذي صار حلما للأهالي بدخول هذه البناء للانجاز فيما طالب الناصريون رئيس الوزراء بمتابعة المشاريع المتلكة وتنفيذها بعد سنوات عجاف باكمال المشاريع وافتتاحها اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فتتاح جسر السريع الكونكريتي في الناصرية جسر مهم وحيوي وفي كل اختناقات في الناصرية ويربط محاوضة البصرة بذيقار نطالب من رئيس الوزراء نظر للمشاريع المتلكة المتوقفة الكثيرة في الناصرية من بينها مثلا مشروع البناء التحتية مشروع مجار الناصرية نطالب بالعمل على تحريك عجلة الإعمار في المحافظة خصوصا هناك الكثير من المشاريع السكن المتلكة وبالتتاح جسر الناصرية الكبير يأمل الذيقاريون من حكومة الكاظمي بإكمال المشاريع المتلكة لإحياء محافظة عالة الأمرين من فساد مالي واضطراب أمني لقناة تغييرها بالخفاجي الناصرية